المتينالا من السبعة للعشر متع صباح خلي العبيدين ياما اقترحت اغاني ياما اقترحت لكم حاجات بالرسمي معناها موسيقيا متعة وبعيدة على الاغاني بعض الاغاني الحقيقة لتك راح تاعك مش كل به مش كل به المرة جاية خليلي اخويا اللي مازال في البرمجة الصيفية في البرمجة الشتوية بليتو خليني انا نقترح على المستمعين الاغاني بتاعي وشوف رأيهم حقك حقك غدوة لغا الموسيقى كل تختارها انت اما حذرها بيانسور ايسي نحكيو كورا يلا نحكيو على ايطاليا نحكيو على ايطاليا البرح في دقيقة سبعة وتسعين سكالي هكا استنقى انثبت نتكالي عبا لازيو يخطف الا تأهل من كرواتيا كرواتيا اللي عاملة ماتش محترم لحقيقة يافي دي بان دي موابان ايطاليا مش معناها ما كورتش جملة اما في بعض الدقائق ولا في بعض الفترات كرواتيا كانت مسيطرة في بعض الاحيان ايطاليا كانت مسيطرة الماتش لحقيقة شفنا فيه برشا كورا زاكانيا زاكانيا اسمه الكامل ماتيا زاكاني لعب لاتيو روما دونك يعدل نتيجة البرح في دقيقة سبعة وتسعين أو ثمانية وتسعين بعد ما كانت افتتاحها النتيجة لوكا مودريج في دقيقة خمسة وخمسين دقيقة فقط بعد ما ضيع ضربة جزي تصدي لها دونك روما ضربة الجزي اللي كانت تنجم تعطي كرواتيا تقدم يعني قبل بشوية وقت على الاقل ولكن مودريج ما خلهش في قلبه وفي اقل من دقيقة تقريبا يعني كل واحنا هجوم لكرواتيا تفتتح به النتيجة وقتها ايطاليا فهمت اللي المهمة صعبت حتى اليطاليا انا مريتها تحركت كان بعد ما مريت كرواتيا الهدف متاح من اللو اللي بصراحة ما فهمتش التكتيك متاع المدرب كيفاش كان يخمم خطر ايطاليا كانت تلعب باكثر اريحية عبارة كنت متأكدة من الفوز ولا على الاقل من التعادل ولكن الهدف متاع كرواتيا قلب اللعبة جملة وخلى ايطاليا تضغط وتمشي اكثر في البرسيون وشفنا ببرشة ضغط ايطاليا ضغط رهيب عكس الكورة وقت الضغط ذيك كرواتيا كانت هجومتها اخطر ايه كانت نرجع ونقول اللي قلته في الاول الميسان البرح كرواتيا كانت ضحية كوفاسيتش دخول كوفاسيتش كوفاسيتش هو اللي خسر كرواتيا كسسوا على اللي ضيعهم وإلا حتى على مستوى الرجوع الدفاعي وعلى مستوى خاصة خاصة تخريج الكورة انضيفة وقتل ايطاليا كانت هابطة الكل القدام معناها فما كل يكسر بهم ويجعل من خطير كوفاسيتش عملهم الكل غالطين شد الكورة وقتل ما نزموش يخرجها وقتل ما نزموش يخرجها اللي حكم في الماتش البيرح حسب تقديري هو الربديتي أشوف كل وقت كنت السرعة أكثر في تدوير الكورة في صنع الهجمة ولكن إيطاليا البطء الكورة كتدور بين الجواريات كانت فيما برشة بطء وقت اللي لحظنا شوية سرعة وخاصة في الدقيقة الأخرى اتمكنت من تحقيق التعادل والهدف القاتل اللي بالحق غير مسار المباراة جملة نهاية المسيرة الدولية واحد من الملعبية الكبار يهزوا بلادهم للدور النيئي لكأس العالم في 2018 دونك لوكا مودريتش غادر نهاية المنتخب الكرواتي بعد ما كان أعلن قبل الكمبيتسان وانو مش تكون آخر مصيب قدول دونك البرح في المقابلة الأخرى اسبانيا انتصرت على البانيا واحد بلايش بونتو فيران توريس تسعة نقاط على تسعة المنتخب الاسباني إيطاليا ثانية بأربع نقاط كرواتيا تغادر نهائيا للترتيب لأنه حتى الكلاسمان بتاع الميور تروازيين مايش مايش موجودة في المرتبة الخامسة في الكلاسمان الميور تروازيين بتاو عندك لوتريج سلوفاكيا الماجر اللي كانت الماجرين اللي كانوا يشجعوا في إيطاليا بشناجموا يتعديوا بتروازيين سلوفينيا دو فوان وتلعب مقابلتها دنك سواء اليوم سواء غضوة جوشتها مش نتأكد من المتشويت متاع اليوم اليوم جوستما فرنسا بولونيا الخمسة متاع العشية هولندا في نفس الوقت دنمارك سربيا وانجلترا سلوفينيا اليوم ما نعرفوش اسكو سبانيا اسكو بلوتو فرنسا بشتعبت بالتشكيلة الاولى وقال لأخطر ما زلت ما ضمنتش التراشح 100% ايه تيوريك ما مسمنا ضمنتش التراشح 100% حتى كنت اخسر التراشح مير تروازيين ضمنت التراشح اما ضمنتش الترتيب ترتيب وزرته البول هذية بشتلعب كنترل البول متاع البورتوغال متاع كريسيانو رونالدو هولاندا لولا فرنسا 4 نقاط لوتريش 3 نقاط تلعب كنترل هولاندا اليوم ورقة التراشح مطيحة حتى بتعادل اي كفاها وفرنسا تستقبل بولونيا بولونيا المسل تلعب على الكاليفيكاشن كواحد من المتأهلين كواحد من افضل الثالثي الترتيب في المجموعة الاخرى دينمارك سربيا و أنجلترا سلوفينيا في الترتيب أنجلترا متصدرة ب 4 نقاط دينمارك سلوفينيا بزوز نقاط وسربيا بنقطة برك كيف كيف اليوم لا 4 اكيبيت كونسرني بالبلوتو 3 الأخرين أنجلترا ترشحت 3 الأخرين كونسرني بالترشح وأنجلترا كونسرني بالترتيب متاع المجموعة برشا كورا اليوم أربعة مقابلات بلا تمامي ولا كميل برح ماتشوية زادة في الكوبا أمريكا أقل متعة لحقيقة خاصة مقابلة مقابلة البريزيل كنا نتوقع أهداف بريزيل كوستاريكا سفر سفر مقابلة ماستا لاستا بيسلا ما تفرش كومي متفرش في البريزيل تلقى نتيجة سفر 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 فما حاجة غريبة صايرة البارح في ساعة متأخرة كولومبيا انتصرت على البراجوي 2 مقابل 1 هاكا عمانا دورة العالمية بتاعنا بعد شوية نرجع لطولس فاصل بيدي من السبعة للعشرة متع الصباح على إيافين أحلى غاديو 29 دقيقة ثلاثة 25 جوان 2014 مرحبا بكم من جديد على إيافين حكينا على الكوب دوروب حكينا على الكوبا أمريكا مش نحكيه على كأس تونس اليوم فميش مباريات غدوة مقابلات الدور النصف النهائي بيجا أستاد بنزارت ونيدي الأفريقي بيجا تلعب لربعة متع لعشية بنزارت والكلوب الخمسة متع لعشية كنتبدل التوقيت إن شاء الله يتعادوا وسوز مقابلات بيجا والجمعة هذه نعرفوا شكون المتأهل بالكأس كواكينا حبيت نحل معك موضوع آخر موضوع يهمك أكثر خاطر نعرفك تحب تباربش في التوسكي ميديا لحد الرياضي في آخر حلقة قالوك هاو انتهي الموسم قالوركو فامدو مي فينال وفينال تاكوب قالوركو الموسم كمي متعادى به صديقتنا قالوا آخر حلقة هل هذا عادي بيصور مش عادي يكيد البرنامج تقريبا الوحيد في الإعلام العمومي اللي يعني نحكيه فيه كورة بو البرنامج الأكبر والأقدم والأكثر مشاهدة هو الأحد الرياضي ومزالوا عنا ماتشويت كوب ما نصورش الموسم وفيه نحكيه على دمي فينال وفينال كوب دونك العباد وين بيش تتبع الماتشويت هذو موايكيد وين بيش تتبع التحليل وين بيش تتبع الموفيولة زي داري العباد الفقرات هذية حاجة مهمة والعباد يتبعوها ويحبوا يعرفوا ميانسور اللي كوليس متاع الماتشويت اللي ما زالوا في الكوب شنيه اللوجيك متاع سيزان توفة جمعة هذية معناها ماكش حتى بش تعمل نقبة جمعة وترجع ما زلنا دون لكانتينويته فهمت وجامعة هذية لترانت جوان نهار لحد يجي ناي ترانت جوان نهار لحد وموسم يوفة ترانت جوان عليج ما تعملش حلقة أخيرة فيها فيها تحكي فيها عدومي فينال وفينال حتى ساعة واربعة ساعة ونصة ليهو وهو دي المزوغي تحيي ليه عاملة سيزان خارقة لعن والله يعطيها ألف صح معناها مفاميش مس معناهش بكو دو بوليميك وجو الكبير أما رجعت كمين من لحد الرياضي في التكويرة في المشهد بضبط حتى نزاناليس عليش ما نعملوش هكا نبيل فانت سيزان في لحد الرياضي انا ما عنديش فكرة على قرار التلفزة هذي نجم يجاوبنا عليها سيليس جرية اللي هو المكلف بالتسالة في التلفزة التونسية عليش أعلان الحلقة الأخيرة قبل نهاية الموسم وقبل ما تشويت متع دو ميفينال وفينال كيس تونس ما عنديش تفسير وما نش لاقي ما نفسر وما نقول فجوست حاجة بركة اللي أعجبني في لحد الرياضي سنين والتحاليل كنت مبنية على طرق علمية ما نلقينيش أكل جوست تحاليل فما أمين كامون أمين كامون خالد حسني مجديد راوي الكابتن خالد حسني بطبيعة الحال تحاليله مبنية على عامل الخبرة وأمين كامون عجبني فيه تحاليله العلمية الدقيقة اللي كان يعتمد على الجرافيك ويعتمد على نقول وإحنا معطيات علمية صحيحة مش هكاكة نظرياً ولا في المطلق يقوم بتحاليل المباريات زادة كيف كيف التحكيم زادة كيف كيف كانت فهمة تحاليل تقريباً أقنعت نسبة كبيرة من الجماهير الرياضية اللي يتبع في اللحد الرياضي ولكن بصراحة ماذا بينا يتواصل إيسك ولا لوجيك بتاع التلفز الوطنية في الحكاية معناه معناه نقاش نسبوز منبال الحقيقة إنا الحلقة الأخر ما تابعتاش حتى الأخر ما سمعتاش بي رح نسمع في أصدقائنا معنا أوفل الأمانة يا أخي نقام جبه على الموضوع حتى ندخط سي كوالا لوجيك متاع إنك عندك دمي فينال وفنال معناها سيتان إفنمان نورمال ما نساب المجادة بش زيد في دمي فينال وفنال بتاعكو طبعاً بيش نحي نحكيه على جمهور السيابي نحكيه على جمهور الكلوب نحكيه على جمهور ملعب التونسي والانتصار العريض أنا بصراحة فرحان برشا الستاد في مشوار الكيس ومشوار البطولة رغم اللي هي انتصرت على فريقي المفضل هو نجمي لدي سيحلي بصراحة مريتية انتصار مستحق نحكيه على مثلاً فرصة كبيرة للأربعة في رق اللي فيهم شكون حب على بلاسة مؤهلة المسابقات الأفريقية وما نجحش عن طريق البلايوف معناها اللي هي انتصر بالكوب ولا انتصار والتتويج بالكوب في حد ذاته الكوب عندها شارة ممتاحة بيان سور كيفاش تنحي لله والله ما فهمتش والله خلي خلي خلاحة الجيك دي 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 سي جان لا إله بالك يتراجعوا في قرارهم ماذا بيا يتراجعوا في قرارهم بالك قلولهم بالك عندهم معناه حاجة خليتهم معناه إلى ناص الحلقة الأخيرة ولكن بلغة الرزنامة اللي مازال فيها متشويت ممكن يسر يرجعوا يتراجعوا ممكن يسر يتبدل يعني اللي كي بتتبدل المحلين فيهم شكون بيتاتر زادة عنده دي زنجاجمات أخرين بيش يغادرهم بيتاتر مو مقدمة البرنامج زادة كيف كيف اه التنجم تتغير أو التلفزة الوطنية فيها مزيلوا فيها فيها دي جوغناليست فيها حسين غراد هو اللي قايم على اللي اعداد وانتاج البرنامج أكيد أنه ما نتصورش إذا كان بيش ينهي البرنامج في وسط هكا سيزان مزيلوا فيها نحكيو على زوز ماتش ويت دومي فينال وماتش فينال كو نتصور نتصور بيش يتراجع القرار ذايا واكيد أنا خالد من هنا الغدوة نتصور بيش يكون عنا خبار آخر يخص تغطية الأحد الرياضي وتلفزة الوطنية لباقي مبارية الكيس في الفترة القادمة أنا نحب نحيي برشة العبادة اللي قاعدين يتابعوا فينا شورتوكي نحكيو على الكورة وخاصة نحكيو على الكورة الأوروبية صديقنا ياسينو فيتش اللي تابع فينا ويقول لي بصراحة نحبكم كيتحكيو على الكورة خطر ما تدخلوش فكالتحاليل اللي استنسنا بها في البرامجة الرياضية احنا مش عارف خالد يسكو احنا قاعدين نحكيو بطريقة كيفش نقول واحنا حيادية ولا شنو اللي شنو اللي فرقنا بتاتر على البرامجة الرياضية ما نتفلس فوش برشة ما نتفلس فوش برشة و ونعطيه كل واحد حقه ولا لا ما كنتش في بيلي يعني نحكيو مليحة اذا راي صديقنا ياسين على كل حال بار كونتر انا جاتني توا رمارك من عند محمد أمين بندريدي يقول بولونيا رأي ما تترشحش في كل الحالات حتى كان جات الثالث خاسرة كونتر نمسا هي اي ما فهمتش عليش والله ينثبت منه ونرجعولها الحكاية اي دنش تاخد ترو بوان وتربحها بالقلابير عشبار شماني علش مات علش الميني وحتى كيدخال توا اي تالي ميني دولورو وما فهمتش عليش ما فهمت هيش عليش الحكاية ما عنديش ترتيب قدامي ما تجمش تكون ثالثة زعمة سابر اه داكورتو داكورتو احكي احكي خلنثبت لا لا ما تجمش شو كلك يعني الترتيب ما هوش قدامي ولكن اللي نعرف وين انه بولونيا حتى كنت نقرأ شوية في بعض المقالات بولونيا خاسرة كونتر النمسا الماتش الاخريني انا مشي ديريكت للبرازيل ريتم بكريك تحكيلي عالبرازيل مشي تلوش عالبرازيل خلينا في بولونيا جاني تفسير فاسر ليه الترتيب في هولندا فرنسا ثلاثة نقاط وبولونيا صفر نقاط المعلومة اللي تبادلت وينه ممكن مكنش نعرفها انه قبل كينو بالقلافيراش تاوبوا المواجهات المباشرة في امور في امور كلاس ماضي تاعة مير تروازيل داك لوتريش ديجا عندها تروى فوان وربحة بولونيا داك في المواجهات المباشرة حتى كنت تخسر لوتريش اليوم وتربح بولونيا تولي عندها تروى فوان بقي لوتريش هي في المواجهة المباشرة ربح بضابط داك بولونيا ما تنجمش تترشح مشكور جدا 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 صديقنا محمد أمين بن دريدي على التصليح تصليح هذي ريت المستمعين بيرزور 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 ريت 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 منا زيديك والله يعطين ما يلزم نيش نقولوا حديث غالطة لكين نغلطوا يسلحونا واحنا نصلحوا للمستمعين نايا نعملوا ترتيحها مع الموسيكا بيرزور اشتحبت ما نقولك اشتحبت ما قادر احنا مش نقولوا حاجة لاني مرسوا مرسوا الدكتاتورية متاعكم الموسيقية سحيت الى اخر لحظة تفضل باجة اختارنا اشتحبت عندي تفضل مدام مرحبا بكم مجدية 39 و 32 دقيقة 23 و 25 جوان 20 و 24 عامك محمد أمين بندريدي اللي صالحنا المعلومة بتعبولوني يخدم في الليتاب الليتاب بتاع النفط الجميع الكل يصفقوا عليه قال لكم من اللي قلت اني اعطيك صح ويهدو والا فوطن القومي اما جيبولو شوية كرويسة شوية طاقة وموطة بتاع ملاوي جيبولو شوية ملاوي شوية زيتونة شوية كيكة بشتعديولو تصفيق وكهو زيتوا في الشهرية بربي اه يا سيد تحية للمستمعين الكل مازلنا مواصلين بشتحكيو بشتحكيو نبدأ بالحجيج خالد طبعا بانسور نحكيو على هو دجا بداية رحلات العودة للحجيج ولكن وزارة الخارجية طبعا لبلغتها سبخة بخصوص الحجيجة التونسيين تفيد انه القنصلية العامة التونسية بجدة بتنسيق مع السفارة التونسية بالرياض وبعض شركة الخدمات الوطنية والاقامة وكذلك تواصل متابعة وضعيات الحجيجة التونسة خستن المرضى المقيمين في مستشفيات منطقة مكة المكرمة واللي عددهم 24 حالة والحجيج التئهين زادة اللضايعين اللي تم العثور على عدد منهم بتضافر جهود زادة صفحات التواصل الاجتماعي وأبناء الجالية التونسية في الأراضي السعودية وجاري البحث على بقية المفقودين بتنسيق مع سلطات السعودية ونمشي كيف كيف زادة للقنصلية العامة اللي تواصل إصداره خاصة المرور اللازمة للحجيج اللي فقدوا جوازات سفرهم وتوفر لهم كل تسهيلات الضرورية للعودة إلى أرض الوطن في أفضل الظروف وتواكب بطبيعة الحال يعني ظروف العودة هذه وإيجاد الحلول وتجدر الإشارة لأنه عمليات البحث والتفقد والتدقيق لدى مختلف مصالح الطب الشرعي في منطقة مكة المكرمة أصفرت على ارتفاع عدد الوفيات في صفوف الحجيج التوانسة إلى 60 حالة وفيت إلى غاية يوم 24 جوان بعد رفع بصمات المتوفين ومقارنتها مع السجلات الدخول إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ستين حالة وفيت دونك حصيلة الأنية لوفيات الحجيج التوانسة رب يرحمهم الكل ورب يرحم كل الحجيج من كل الجنسيات التي توقفهم في الموسم هذه التي تعدى في ظروف في ظروف صعبة شوية مناخيا وحتى تنظيميا حتى تنظيميا يوجد كلك الكريتيك فما برش عبيد نقزه على السعودية قال لك إذا كان موسم حج ما عرفوش ينظموك فيش ينظموك كأس العالم سنة أيما سنة وكارابور رب يرحمهم وكهو رب يصبر عائلتهم الحجس ما نعرف شنو نقوله في الحالة هذه خلد شوف حكم فيه التقس حرارة التقس كينت عامل مؤثر على وضعية الحجيج الصحية كين نحكيوه على تائهين وكل راهو بحكم أنه نقول وإحنا عمليات الحج غير الشرعية وغير القانونية كثرت حاولة السعودية تسيطر فما بعض التسامح فيه على عدد من الحالات ونعرفه الجنسيات والأعداد الكبيرة راهوه سيطر على ملايين معناه متاع أشخاص كل عام يجيوا لموسم الحجر موش أول مرة هي نظموا الحجر موش أول مرة هي نظموا الحجر معناها أي لا لا موجودة نقول وإحنا شوية ملحنة شوية مرتبة ليدين زادة راهو الدول اللي تبعث في البعثات متاحها لازم تكون زادة هي منظمة فهمتني وتونس من بين الدول اللي ما كانتش 100% حاضرة نستعلم هؤخي في انشاء الله ما مش تحقيق هي ما تحقيقات الأخرين متاع همش نحقوا ومش يكونوا يقعد يبعد فيهم ومش يتحيلوا ووكالية الأسفار داخل في العجة ولا لا أو نحكي عن ديزانتيبندن وليقعدين يستغلوا في موسم الحجر بشي يعملوا الحاجات هذه ثم موسم الحجر في الوسطه إذا كان موسم الحجر يتكلف تسع عاملين عليش عشرين مليون إذا كنا هذو ما قاعدين يمشيوا معناها دون مانير كلون ديستين على خاطر أرخص ثمانية تسعة عملية من عليش الحج يتكلف عشرين مليون؟ ليش كون قل لك يا أرخص؟ الحج الحج بطريقة غير شرعية عمره ما كان أرخص من عليش يمشيوا؟ ليه ليه فما عبيد تهون خطي حب تمشي الحج شوف فما عبيد تحطت في الليستة ليه اللي نعرفوا إنه أرخص سنوات أخذر ما ياخدوش الحج فما طرق أرخص وفما طرق أغلى والطرق تختلف وهذا من الكل في حداتهم سماسرة هذو سمسارة بتحج فما عبيد ولاتة سمسر في الحج ووكالات الأصفار الرسمية والمعتمدة تتبرق منهم وكيف كيف بيش تقدم بهم قضايا في حال حصر الشبهة في أشخاص معاينين ولكن إذا كنا نحكيه على قطاع شوف القطاع بتاع الحج لازم يولي حصريا عند الدولة هوا حصريا عند الدولة هذو ما كيفاش يععم نعرفوها معنى هوا ما شو توريز موفيت ويقعدوا غاتي ويقعدوا غاتي ويساكر رحلة سياحية قبل شهر ما خلان ملحج كما في كوب دي مونت البلد اللي يسرق في كوب دي مونت قبل فترة من انتي لاقته ما يعطيش بيزاوية سياحية ما يعطيش تأشيرات دخول ويمنع المسألة هذي ولكن دي ما نقول وهنا اللي يسرق يغلب اللحاح يراو بها مكان ولكن موسم الحج حبي يمشي الحج ما نجمش نقول انه تحايلة حبي يمشي الحج ما عندوش فلوس عندوك يلقى طريقة ما نجمش ان كلاسية نموت تحايل زي ده لا انا لكلاسيتو سيرق لموت تحايلة ما عطيتك المثل اللي عبر المثل الاقرب فهمت؟ مهما حاولنا ان نسيطروا مهما حاولنا ان ننظموا وبش تلقى ديفاي وبش تلقى تجاوزات موجودة رامي مش في تونس كل مش في تونس فقط بليتو راي في البولدين العربية والاسلامية الكل صارت في مصر وصارت في اليمن وصارت في برشة برشة بولدين ولكن احنا بتبيعة الحال اللي همنا تونس ولي همنا انه التحقيق يتحل في اللي صار في الحجي جتوينسا الموسم هذي بالذات ومبعدة نشوفوا لي ريزولتا ونتيجا مبعد ايش كون بش تحاصب ايش كون لي هاي نحكيه على موضوع اقل جدية نحكيه على محمد رمضان اللي فجأة اكتشفنا انه تم منعه من دخول مصر مهما مهما والله انتي اصريت سي على الموضوع انت محمد رمضان محمد رمضان ويحنا المواضيع اللي دارت برشة البارح على مواقع التواصل الاجتماعي واثرت استغراب برشة بيد ما كونيش نستنيه وخاتر سورته اللي ما سبقوش حاجة غريبة معنى ما عملش حاجة بيزار ما عملش حاجة بيزار محمد رمضان لا تعييونا على خاترها من دخول المصر شوف هي مواقع التواصل الاجتماعي الدولة في الساعات الماضية اخبار عن وجود الفنان محمد رمضان خارج حدود مصر ومنعه من العودة اليها وحرص محمد رمضان على نفي الإشاعات هذه قول هو اللي هي إشاعات وكان يعطاه بعض التصريحات لبعض المواقع الإخبارية ورد بطريقة ساخرة من خلال تدوين الساعة مبدئيا على حسابه الرسمي على منصة إكس إكس تويتر وانشر صورة لتعليق أحد المتابعين يسأل فيه على صحة خبر منعه من دخول مصر وقالوا أنت الممنوع تنزل مصر ليرد رمضان مؤكدا وجوده في مصر حاليا هو موجود في مصر وقال ساخرا قالوا هذه حقيقة يا عمار عشان كده أنا في السحل الشمالي وانا يعطاه البلاسة كريمه وجاءت شائعات منع محمد رمضان من دخول مصر بعد إعلانه رسميا غيابه عن موسم رمضان 2025 للعام الثاني على التوالي يعني تشكت خرجت الإشعار هذا هو مؤكد يعني أبط على الكنت برسونيل بتاعه وكنت أوفيسيل بتاعه لك محمد رمضان ما وش يكون متواجد مرة أخرى في الموسم الرمضان 2025 غريبة يبورتون لسكولا كانت تستنى في جعفر العمدة الموسم الثاني ولكن إلى حد الآن ما زال غايب محمد رمضان على الدرامة المصرية هو اللي صار أنه بعد موسم 2023 وننجح السيحة بتاع جعفر العمدة في جوز أولولاني كان من المنتظر أنه يعمل إندوزيان بارتيا لك هو أساسا ما هوش مستانس يعمل جوزء ثاني في أعماله محمد رمضان أونتو تون صارت المشاكل المعازينة ومع بعض الممثلات وممثلين في المسلسل والكتابة بتاع السيناريو بتاع الموسم الثاني يبدو أنها ما عجبتش محمد سيمي المخرج هذي اللي قالوا محمد سيمي هذي اللي قالوا محمد سيمي ما عجبتوش الكتابة يا أخي قال أن أجل التصوير حتى يلينا تصير إعادة سيناريو مخير لا إعادة كتابة لا إعادة كتابة داك وناخلتوش على خطر هما يبدو على بكرية يعرفون رمضان وقتش يبدوهم مشكلة نحن فهمت سكيل باري حتى الكتابة الجديدة ما عجبتش محمد سيمي ومحمد رمضان بتاع جزء ثاني من جعفر العمدة داك يبدو أنه فكرة جزء ثاني من جعفر العمدة أساسا نصفت من جذوري غير متروح أنت تفرش في العمل كانت متروحة أي في بيلي كانت متروحة داك نصفت من يبدو حتى شي ما هو متأكد داك لطن اللي بش يلقاه وفكرة جديدة وسيناريو جديد ويدخلوا في عملية التصوير ما يخلطوش على موسم رمضان الفين وخمسة وعشرين فرش تخل عمل احنا في تونس ما زلنا خلي الناس نلمو في سيناريو ليه كيك رجنة قراءة سيناريو ويتليه دجا ما وحنا زيدة عنا ميزانية تحكم فينا مشكمة مصر مصر اللي الدراما فيها وليت سيناعة يعني تصرف مليار الدخل أربعة الأوكيو في تونس تبدأ تحسب فيها تصرف مليار يدوب الدخل مليار وميتين معناها راي الحسبة ما هيش سهلة في تونس برابور المصر اللي نحكيه ساعات مش بالعشرات ترى بالمئات معناها بتاع العمال الدرامية محنا في تونس مش نعرفو مسلسل وليه ما نعرفوش اسكوتليفز فيها برامج عم الجاي وليه بش نبدأ صريحي نصور حق مع بعضنا هيش برمجة كاملة وإلى هذي وضعية الإعلام في تونس منعرش أنت هذيتني الموضوع وإخيركم بش نسألك باجي أسأل أرجع لي محمد رمضان بش نرجعلك أنت تفرجت في جعفر العمدة تفرجت باي تتوقع أنه بعد النهاية ذيكا بتاع المسلسل حل أنه يجي لخيالك جزء ثاني من العمل تتخيل سيناريو هكا آخر ينجم يكون ما 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 نصورش نخلص بش نقول أوزر ما شوف فما برشع بيت استغلت نجاح الجزء الأول لإنتاج أجزاء أخرى ثاني وساعات ثالث والقات فشل ذريع جزء خطر حبوا يستثمروا نجاح العمل والقاورواحهم دخلوا في استثمار فاشل ومعجبش الناس هو تسكر المسلسل هو تسكر المسلسل هي البيب وتسكر البيب وتسكر ولكن فما أعمال أخرى كل ما يعني يخرج منها جزء كل ما نستنى وليه بعده كل ما نستنى وليه بعده رأوا القوة في السيناريو إذا كان طلقه سيناريست بالرسمي يخلق لك حاجة مكال أحداث متع الجزء الأول وقتها بالرسمي إلا ما نقتنع بإنتاج جزء ثاني إلا ما نقرأ سيناريو كله بالرسمي يوصل إلى درجة الإبهار لازم يبهرني السيناريو باش ننطلق لأنه زيدا فما بيبليك ركتش تجيبه في تونس اليوم مليش نقول المشكل هو الجمهور أما المشكل هو السنسور متاع السنسور متاع الجمهور باش نبدأ ومتفهمين فما مواضيع فما دي سيكانس وفما وضعيات اليوم كيفش تكتبهم أنا جي في بارتي داناتو ليدا كريتور مع سامي الفهلي تكتب في وضعية تبدأ تكتب وتقول شبش يعلق عليه في فيسبوك راو معناها راو تعملك بلوكاج على خاطر هاك ولي تونس راو باش نبدأ ومتفهمين فما دي سيكانس في مسلسلة تقدم اي كوث الباردي تسمع فينا تحضر في البرنامج متاح وكينت حب تدخل باحدين مرحبي فما دي سيكانس تغذر لها درساف مملوك في المتحد في المتحد وعب تغذر لها درساف مملوك تقول لها انتي خديمة وتطلعتها بتقعد خديمة مم كانت كتبت في واحد من مسلسلة الجدد عبد الحميد ولا سامي رأي كليت الدنيا معتها هكا وليه ثم لقطة اخرى عرضتني في واحد من الجروبيت اللي ديفوا على حقوق الملقة جو بانس بش ما نتفكرش لسيمي بضبط ما المفيد في الزوز ممثلات واحدة تخزر الاخرى تقولها كان جيت في في شيرتنا في قريتنا رأوا بابا مش عارف هنا ذا بحك لك النعجة ولك العلوج منين بالرسم انت عملت في مسلسل في الفين وربع وعشرين رأكلت بعض هالتنين بطبيعة رأوا مش معناها احنا تواس عنيف جدا لا 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 رأيت هاب ولا هاي سنصير نحكي عليه ياخويا رأوا اسمها فيكسين اسمها مسلسل فما شخص خايب عنده منطق خايب عنده منطق ما يجيش هي منشرعوش للعنف خالي عليش تشريع للعنف ياخي كي سمعت انت درساف مملوك قالت هكيكا اخي انت الكوث الباردي تشرعت لك العنف تليلي كي الرأيس قاله انت شكونك ومحجور وما نعرس لكش بغتي اذاك تشريع للعنصرية ولا للطبقية يا حبيب قلبي رأوا سيكا كان عملت العملة هذي في حومتنا روى 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 سيكا برسوناج برسوناج خايب خايب برسوناج خايب في مسلسل في فكسين عليش اين انولي نربط اشنا يبش نكتب بنا تعبير كتابي في مسلسل مش تعبير كتابي هذيك الشعير والله العظيم هذيك الشعير قدش من الموضوع نطرحوه ونطنقشو فيه ونقدمه فيه بعض لي سفا كريب وليميك اختانة منه السوجة هذي وقدش من ديالوج وقدش من جملة تطرح ليه اختانة منها تو تعملنا مشاكل في فيسبوك وفي البرامج الاعلامية ودرشنا ديكورة وهذيك عليش الكتاب ما عادش قادرين انهم يكتبوا سيناريوات باهية اما زيت راوف فما سانسور خايبة يسر وما تمسش الطبيب لتاكيك عيمة الطباء وما تمسش البوليش لتاكيك وزارة داخلية وما تمسش درشكون المحامين يشناو الكازا ديل بابيل مست الدولة الاسبانية بكلها قل روحك بابا مست الدولة قل روحك بابا هذي احداث خالب اما في الديالوج ما تلقاش عنف كبير ياسر في الديالوج بتاع كازا ديل بابيل عنف كبير ياسر عنف كبير ياسر وبذاءة ساعات بذاءة كبيرة ياسر ينتج نتفليكس هذيك يش فسابت لي روحك عاد اش بيك تفرش في كازا ديل بابيل ما تتقلقش تقول لي رمضان ونتفرش في عائلة ودرشناو اما ياسر ولينا ربطينا لحكيه ياسر ولينا نعمل ما عمري ما كنت تتقلق من الدراما راني وما نتقلقش انا نتقلق من بعض الحوارات اللي تطبع ولا تشرع لحاجة ما ما مايش بيش بيهي معنى سما واحد بش يكون لبس عليه بش يتفرش في الكلمة اللي قلتها انتي بش يقول اه بش نولي عنيف تفرجت في ذي بش نولي عنيف تاو هاكي تاو سما انا ما قلش هاك انتي تقول فيها بكلام انا ما قلت لاي هتقول لتشرع العنف لاي انا ما حكيتش على اولاد مفيدة اللي هو 80% منه عنف فهمت ما قلقنيش المسلسل مفم قلت لك راهو نحسبو لهو الكلام مش نعم لهو نحسبو راهي اخزر لا 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 ما تحسبش السيناريس لازمو يكون في كي فهمت زيدا سمحني راوكي تخرج كلمات مهما كانت الشخصية شريرة ما تخرجش كلمات عنصرية يعني مباشرة علي المباشراتية ينجم السيناريس يكتب لك اللقطة ذيك بطريقة اذكى من غير ما يمشي للمباشرات هي متاع تشريع العنف شنو معناها كنجيتش في كنجيتش في حومتنا راو بابا ذبحك ولا زنز شنو ذبحك يعني انتم بحومتكم تذبحون بحومتكم تذبحون خاترهم ما عملوش ولا خاترهم عملو ولا خاترهم اخت في مسلسل اذا في مسلسل مش عارف قديم شوية وتعدف الوطنية خاتر البرسوناش خايب يتكلم مكيكة هذيك الواقعية متاع الممثل شو اعطيني السيناريو هذيك هو بيد وتع نكتبهولك بتاريك عوض موضوع 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 يطول نقاش فيه مش نقعد وهكيك ونحكي لك في الفي كنكرين اليوم فاما سانسور كبيرا ياسر من المتفرج اللي فرضت ون ديجريسيون بتاع كاليتين بتاع كتيبة طو سامبل مو من اللي الخر معني انا نمن بالسيناريست الذكي شنية انا نمن بالسيناريست الذكي لنجم يوصل لك احداث بتاع شخصية عنيفة وشخصية شريرة اوكي اما الخطابة متاحها يكون افكي و بيان سيبلي واضح بابا واضح واضح ميلا نحي الاعمال الكبيرة لكل اللي تعملت في التاريخ مل باران لل 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 لسكارفيس لل جيم أوف ترونز لل فرانز اللي تحب انت الكل نحيهم هذوك خطر فيهم يقولوا كلام شوي خارج على بلاست و يقولوا حاجات نحيهم نحي اعمل الفنية الكبيرة عبر التاريخ الكل اذا كان مش نتولي هكا هاي موضوع اسرحنا في موضوع فريد محمد رمضان وين هزدنا محمد رمضان جوش تمو السهل الممتنع من ابسط ما فام الميد دبيل اما يشد تسعة تسعة واربعين دقيقة فاصل صغير مرسي بكو سيما الساعة في بعض الفاصل نمشي والمحمد علي الفرشيش مرحبا بكم من جديد تسعة واربعين دقيقة ثلاثة خمسة وعشرين جوان الفين واربعة وعشرين لقاية هذية نمشي ومباشرة المحمد علي الفرشيش سباح النور سباح الورد اليسمين ليك ولكل المستمعين وتحية للمعد بتاعنا مناها ليهو يحتكر حزم فمس هو هو المخرج هو المخرج اه 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 دي انا يا خالد اليوم جزت الكمبليكس هزايا متاع مننوبة الوسطى اخذك تقول مننوبة انا شايد المحتكر يحب يحكم فيها لا قول مننوبة لا لا انا في مننوبة الوسطى خذ المنوبة فيها مننوبة وفيها السوق الاسبوعية منتاع مننوبة انا انا زيت يا خوية المنوبة الوسطى اللي هنا خليني نشوف وكما حكينا البارح يا خالد وخذك الخضرة مع انتخذات منحة تنازلي كما توق قدامي الفلفل الحار اللي هنا دينار وربعمائة وخمسين مليم دينار وربعمائة وخمسة واتسعين مليم البطاطة دينار وخمسة مليم وصمت تحيين عبد الوجهة لكجمعت عزمة الكرومة آخ خلت لحمة الكرومة متاكلة ومزمومة كجمعت المراكمة الاقتصادية آي أنا ديما حب نحييهم على خطر نعرف حجم الخدمة اللي يخدموا فيها ومش ماخدين حقهم هذي яقول على عام امكانيات خليهم يخدموا خدمتهم بالبقاء بارشة امكانيات ناقصة بارشة امكانيات. اقدمينا مساعة خاصة اللوجيستيك. اليوم نلقى انا مش اليوم ما هو باقي. الغلة هي اللي مزالت غالية. الغلة مزالت اه مع انت كي ما تاوى نشوف المشماش باربع علاق وخمس مياه. التفاح باربع علاق وخمس مياه وثمانين مليم. البطيخ بقداش معلم. الفين وتسعمية والدلاع. اربعتاش مياه. هي اتباعوا بالبرج ولا? خاتر انا اتباعوا باربعتاش مياه يا اخوية. اه شهرية اللي مش تتطب تمشي عنا روحها. هديك الجيش. خليني الى هنا انا نشوفه في حلمة من العالمات ثمانية الاف وخمس مياه مليم. يا خالب. اه. واو بش نمشي نزيد نشوفه هديك شوية حوت. اليوم رجع يخدم الحواف. ده لان. اه. والعنام ببقال ديش. طو فعل لانبو اللي ثمانية الاف. اي يا عزل فعل. مازال فعلة? اي مازال فعلة. مازال وقته. مازال وقته. ما زال وقته. هابشو رجع يليه طو يجيه وقته. ولا تقول مشي ونشير يولي العنب بحث. خليني شوفه. احنا كل غادي ثمانية الاف وخمس سنينية. الجهز. حلينا نشوفوه. هونية قداشو يكون اه سوم بتاعه. على خاطر اه زوزعة. كل واحد يجب ان يكون عامل سوم مختلف على اخر الاعينك الهناء 9830 مش غالي برشا 15% 15% اي 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 الكنيس متاع الجيز 13 مم ا且تيني 10 مل مات ترها عيني هاي عقدي ما التبت خليتهم اي اي ا backside اصلي ايcidos ايا انها 10 ملي مات 19 تحد يا اي 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 اين انتو م causa 10 مل مات يا اي напيد الفرفة اي شو مárias 210 او 10 مل مات قادي اخدم انها ضد الريحان نمشي ولا نمشي العكس نتحف الكريوريات تبع تحين وخمسمائة أعلى دين نارك سايد يا اخوية القاروس بخمسة عشرين دينار وخمسمائة مليم لوراتها بخمسة عشرين وخمسمائة مليم القاروس هزاي مش سميني زاش هاي مش سميني زاش اي نعرف مو تم الزاش كامل و تم الشميني زاش هزاي المربي كامل السردينة سبعة لفة ثمانية مية الشورو عشر ديب وخمسمائة هزاي بوعين ولا بوريشة بوعين بوعين تحتاش مزي نار وثمانية ميتة مليم هزاي شقم نوه تاوه نوه هكا تاوه معنا نجيب نشري سمع اقرح يودع هوت موجود هاي برش رئي هاي قدتت لي الكريدي لا هاي هازاي هزاي الكريدي له هزاي هنشوف الخضرة الورقية في ماجي مدام هم هم شايمان هلا عينكم هاش برشكة هذي عادة هذي هاتين يسوهمها عادة يقولوا بصال مزال حلوم هذي قديس الربطة دينار وخمسمية دينار وخمسمية ومعدوص والسبناي حفقتين سالخ وخمسمية خمسمية خمسمية وليتين دينار وميتين دينار وميتين دينار ينجح او لا ربي فضلك ريب قديش قلوبنا كبار خالي اوكي بياخدين دينار وميتين دينار ينجح قالي ينجح اوكي بيك خاطرك محمد علي الفرشيش بيك؟ بيك خاطرك محمد علي الفرشيش ايه وكان واحد يشعر اسوابه وش معاه معانك؟ وقد اهز فلوه وسكر وفوق ووري اللي انتي قاعد تخلص فعان اه في المباشر العبادة دي يراوك اه اللي انتي معانك اه 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 بش يقول اه بش يخبي عليهم ايه 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 كمنا دورتنا؟ احنا كمنا دورتنا دينار تسعمية وتسعين مليون لا يا مش نعالكوش ريشري ايه 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 بيك ايه اقولك ان شاء الله ربي جري على السلاح ان شاء الله ان شاء الله ربي جري على السلاح تسعة و سبعة وخمسين دقيقة ثلاثة خمسة وعشرين جوان الفين وعبا عشرين حلقة المتينة لتعليوه منتقات مرسي بوكو بجة في الاخراج حسيم مشي في الاعداد ريش الحمروني انقضونا تحية مرسي بوكو اسامة السعفي سليم في ايا فيم تيفي نرمين في الديجيتال انيس المكشيح في الاخبار مهدي في اخبار الرياضة معانا جيهين في الميتايو والنفوتر اسيك نهاركم زين وتحياتي